وفي سياق آخر قرر قداسة البابا فرنسيس تعيين سيادة المطران بير باتيستيا باتسبالا بطرياركا للاتيني في القدس بعد خدمته كمدبر رسوليا منذ عام 2016 وكان سيادته قد منح السيامة الأسقفية على يد الكاردينال ساندري عميد المجمع الشرقي للكنائس وفي عام 2017 عين عضوا في مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان وبهذه المناسبة تتقدم مديرة مكتب نورسات الأردن الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل بأحر وأسمى التهاني القلبية لغبطة البطريارك باتسبالا متمنية له التوفيق والنجاح في خدمته الجديدة